اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تمثل عكاسا لشمولية النظرة الوطنية 2030 والتي من شأنها تحديد وجهة واضحة للعمل التنموي حقيقة هو الترريب اليوم إذا انطلق من الترريب الذي يقوم بالمعهد لدرسات القضاية هو حقيقة يرفع وعي القاضي في مجالات عدة وراءوا رفع مكانة القاضي من حيث القانون والمهنية والأخلاق ينعكس على السلطة القضاية بصفة عاما فكل من يلجي المحاكم ويكون أمام القضاء سواء كان مدعي أو مدعي أو متهم يجب أن يعامل بكرام واليوم احنا في المعهد لدرسات القضاية سنبدأ أول خطوة في المجال التدريب في المجال التجاري في كل المناحي ومن أجل التأكيد على أهمية عمل القاضي على تعزيز مناخ الاستثمار في المملكة والتوغل في معرفة المؤشرات الدولية كمؤشر أداء الأعمال ومؤشر التنافسية كانت انطلاقة هذه الدورة التدريبية والتي جاءت بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الحقيقة أن هذا البرنامج الطموح لبناء قاعدة صلبة في القضاء المتخصص في المسائل التجارية ومسائل الاستثمار بمختلف أنواحها والمعاملات المصرفية وغير المصرفية سواء كانت العادية أو الإسلامية برنامج إن شاء الله بيعمل فيه المعهد على إعداده بناء على تكليف واضح من المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين اللي بيسعى إلى بناء قاعدة متخصصة من القضاء على مدار عامين بإذن الله العام الأول هيكون في بناء قاعدة عريضة من القضاء الملم بمعظم المستحدثات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالاستثمار ثم هناك أيضا عام قضاء ثاني في دراسات أكثر تخصصا للموضوعات الأكثر تعقودا سواء متعلقة بالأسواق المالية أو المشتقات أو غير دورات متعددة وأهداف كثيرة جمعت أولئك القضاء كي يتقنوا مهارات التعامل في المنازعات الاستثمارية ويتمكنوا من استيعاب كافة أدوات التعامل مع المصطلحات الاقتصادية والتجارية كوكبة من القضاء البحرينيين لم يختاروا هذا المكان إلا كي يعلقوا آمالهم على هذا العمل ليكونوا لبنات في هذا الوطن وقدوات يسيرون على منهاج العدالة والإنصاف لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر